يمكن كمان عندنا عمر مرموش صحيح ايضا بينافس على جائزة الشارك افضل لعب صعيد في البونتز ليجا وكمان حضرتك اكتر حد عارف ان ده دوري صعب جدا جدا يمكن عمر مرموش بلعب بيميل ان هو يلعب على الاطراف لعب عنده مهارات بشكل جيد اعتقد كمان هو فيه كلام كتير ان عنده عروض خارجية بعضها من البريمير ليج هالحقاك تشوف ان هو يقدر يقدي افضل في دوري زي الدوري الانجليزي ولا امكانياته في الدوري الالماني يدور على حتى لو انتقال يبقى داخل الدوري الالماني لا اعتقد الشخصي ان مرموش ماشي بخطوات جيدة جدا بداية من اشتراك مع فولسبورج من قطاع الشباب وكان هدف فريق الشباب في فولسبورج صعودا للفريق الاول لما لقى السنة الاولانية ما عندهش اشتراكات كتير لا راح اعارة لفريق درجة تانية وده مش عيب فريق سان فاولي في الدرجة التانية وكان هدف هذا الفريق وبعدين رجع على شتوتجار تاني وبعدين اعارة كان اعارة لشتوتجار عن طريق فولسبورج فمشوار واضح ان اللعيب عنده قدرات مميزة جدا وشوفنا ده من خلال المنتخب يمكن خلال المباراتين اللي فاتوا مباراتي السنغال ما كانش على مستوى جيد لكن كل اللي عبتنا بكل امانة ما كانش على مستوى جيد لكن عمر مرموش نظرة البريمير ليجو خاصة الناديين كبار زي توتنهام وارسنال لما بيقولوا احنا عنا على عمر مرموش ده تعرف على طول ان الناس دي ما بتهزرش الناس دي خلي بالك ما بتهزرش سكاوتينج مش من دلوقتي يعني انا اقول لك يعني قبل من اطلع فاصل او نشوف الخبر اللي بعدين انا بيردا بريمين لما رحت من نيو شاتي لبيردا بريمين اتكلمت مع المدرب وتكلمت معاه فقال لي احنا احنا مرقبينك 18 شهر 18 شهر يعني سنة ونص بيحط عينيه على اللعيب ويبدأ يشوف كمان تطور هذا اللعيب لان عندنا الاختيارات ما بيكونش اه ده لعيب لعيب كويس ظهر فجأة فانا حقد لا اه عندنا لا ده بيشوف التطور بتاعه بدأ ازاي ووصل لايه بيشوف التعاملات على مستوى الادارة بيتعامل مع المدربين ازاي بيتعامل مع الجماهير ازاي بيتعامل مع الادارة ازاي السيرة الذاتية اللي حياته الشخصية ماشية ازاي شخصيته عامل ازاي شخصيته تليق على النادي كل دي امور فلما يقول لك ارسنال وتوتنهام عندهم استعداد للتفاوض او يعني ان عمر مرموش يكون في البريمير الليج انا في اعتقادي انه عنده القدرات قدرات قوية جدا انه يكون متقلق في البريمير الليج لعب لسه صغير عنده 21-22 سنة وبالتالي لسه المشوار وعنده شخصية وده ظهر من خلال المنتخب ترجمة نانسي قنقر